ينزم إلينا من القاهرة دكتور محمد عباس ناجي رئيس تحرير مجلة مختارات إيرانية بمركز الأهرام لدراسات الاستراتيجية دكتور محمد كلا أطرافين يستعرض قوته في الحرب الكلامية الدائرة ولكن على أرض الواقع كفت القوى ميزان القوى يمين لصالح من إيران أم أمريكا أهلا وسهلا بك بالطبع عمليا أو بعملية حسابية على الأرض يمكن القول أن ميزان القوى يمين لصالح الولايات المتحدة الأمريكية الأكثر من سبب أو السبب هو أن زمام المبادرة أصبح بيد الولايات المتحدة منذ أن انسحبت من الالتفاق النووي وبدأت في فرض عقوبات على إيران وأيضا رفعت مستوى حجدها العسكري بالقرب من حدود إيران هذا يحيب أنها تحاول أن تضيق الخناك على إيران وتضعها أمام خيارات محدودة واللي ضغط عليها من أجل إجراء مفاوضات لذلك إيران الآن في حالة من الافتباك لا تعرف كيف تتعامل أو ما هي الأليات التي يمكن أن تستند إليها للتعامل مع الإجراءات العقوبية الأمريكية ولكن إذا ما لاحظنا ردود الفعل والتصريحات الإيرانية نلاحظ هناك نوع من المكابرة والتحدي لأمريكا وعليه إلى أي حد ترى أنه يمكن لإيران أن تأخذ هذه التهديدات بعين الاعتبار اليوم يعني أنا أتفق معك في أن هناك نوع بالفعل هناك نوع من المكابرة في الموقف الإيراني خصوصا بعد إسقاط طائرة الاستطلاع الأمريكية واتراجع الإدارة الأمريكية عن توجيه ضربة انتقامية أو راضعة لإيران فيما بعد ذلك لذلك إيران الآن بالفعل تصاعد مستوى لهكاتها ضد الولايات المتحدة وترفع مستوى التهديدات سواء ما يتعلق بالصراحات العالي الرجاني أو ما يتعلق حتى باتجاهها إلى رفع كمية أو زيادة كمية اليورانيوم المخصب إلى أكثر من 300 كيلو جرام وربما رفع مستوى التخصيب إلى أكثر من 63% خلال المرحلة القادمة لكن في تصوري أنه في حالة ما إذا وصلت الولايات المتحدة رفع مستوى عقوباتها وأبدت رسالة أو وجهت رسالة حازمة لإيران بأنها من الممكن بالفعل أن تستخدم الخيار العسكري في حالة ما إذا وصلت إيران تهديد مصالح أعتقد في هذه اللحظة إيران ستفكر أكثر من ألف مرة قبل أن تجدم على تهديد المصالح الأمريكية في المنطقة خلال المطال في ظل هذه الحرب الكلامية الزائرة اليوم نتساءل عن موقف دول الاتحاد الأوروبي نتساءل عن موقف روسيا عن دول كبرى أين هي من هذا الصراع؟ أنا في اعتقادي هم أمام خيرات ضيقة جدا لأن الطرفين إيران والولايات المتحدة مازال مصرين على نفس المواقف والتمسك بها وعدم التراجع عنها في الفترة القادمة وهذا لا يوفر حركة كبيرة من الحرية الحركة أمام الدول الأوروبية أو روسيا الدول الأوروبية تحديدا تسعى لإنقاذ الاتفاق النووي لكنها لا أعتقد أنها ستستطيع تحقيق متائج كبيرة خصوصا إذا رفعت إيران كمية اليورانيوم المخصب أو زادت من مستوى التخصيب خلال المرحلة القادمة وهذا عمليا يعني انسحبها من الاتفاق النوي روسيا ما زالت معنية بتأسيس علاقات قوية مع إيران وبالتالي ستحاول دعم موقف إيران لكن في تصوري أن احتمال انسحاب إيران من الاتفاق النوي أو اتخاذها مزيد من الإجراءات التصعيدية أعتقد أنها سيضعف من موقف روسيا وستضعف مشكلة أمام الولايات المتحدة في المرحلة القادمة دكتور محمد ماذا بعد هذه الحرب الكلامية برأيك؟ في اعتقادي نحن أمام مصارين المصاري الأول هو مزيد من العقوبات الأمريكية في المرحلة القادمة يقابلها مزيد من الإجراءات التصعيدية الإيرانية ما يتعلق كما قلت برافع بزادة كمية التخصيب ورفع مستوى التخصيب خلال الأيام القادمة كما هددت إيران المصاري الثاني هو التفاوض وهو رغم أنه يواجه مشكلات عديدة وتحديات عديدة نتيجة التصعيد المتبادل بين الطرفين لكن في تصوري أنه ما زال لديه الأولوية سواء للولايات المتحدة أو لإيران الولايات المتحدة ترى أن الوقت مناسب بالنسبة لها لإجراء هذه المفاوضات إيران مشكلتها ليست في التفاوض وإنما في توقيت هذا التفاوض تحاول أن تؤجل هذا التفاوض لكي تعزز موقعها التفاوض قبل أن تتفاوض وربما بعد الانتخابات الأمريكية تحصل على مكاسب أو تنازلات نعم شكرا جزيلا لك من القاهرة دكتور محمد عباس ناجي رئيس تحرير مجلة مختارات إيرانية بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية